أرجع للمنتخب عبد الله لازم اليوم نقتنع اقتناع تام أننا لم ندخل بعد مباراة كوريا أي اختبار حقيقي يعني حتى المباراة المقبلة أمام باكستان أنت لست أمام منافسين أو ند قوي السؤال الأهم في الس المباراة الماضية نعم تعادلت اليوم ظروف أمطار ظروف ملعب سيئ ظروف جماهرية ظروف غيابات كل هذه تحسب لك لكن في المقابل أنه عشان أنت تجهز نفسك لك تكون منافسا قوي تعود إلى المنافسة على كأس أمم آسيا تعود إلى المنافسة على كأس الخريج حتى تعود إلى وجودك في كأس العالم ومش بس الوصول إلى كأس العالم اليوم اليوم الوصول إلى كأس العالم صار يعني هدف يمكن نقدر نصفه بالهدف السهل لكن التاركت عندك لازم يتغير أنت في آخر مرة كنت تناقش معك في المنتخب قلت لي المستوى مش عاجب إيه لازم تقول حتى اليوم المستوى غير مقنع يمكن كانوا يعني في الشرط الأول تحديدا هو الأكثر ظهورا والأكثر بروزا من خلال وجوده في مركز المحور لكن إلى الآن أنت عبد الله لما تأمل في منتخب يرجع من جديد يقارع اليابان يقارع استراليا يقارع كوريا الجنوبية يقارع الصين يقارع إيران اللي معظمهم لا زالوا الآن متقدمين عليك في التصنيف أنت تحتاج إلى عمل كبير وفي المقابل عبد الله لازم نقول أنه وسط ما يقدم من حكوماتنا الرشيدة وتحديدا من اهتمام ودعم ومتابعة من سبو سيدي ولي العهد ومستوى الصرف ومستوى المتابعة والدراسة الملفات وتطور الكرة السعودية وتطور الرياضة السعودية لازم يكون معها منتج يقابله اليوم بس إحنا عبد الله مش هدفنا أننا نقول والله إحنا ضمن أفضل ولا عشر دوريات في العالم إذا يقابلها منتج على مستوى المنتخب الأول ضعيف فيه نقص فاليوم الاتحاد السعودي مدرب المنتخب السعودي الوزارة بالكامل محتاجين إلى إيجاد حلول أنا ماني مثلا مع فكرة ياسر القحطاني لما قال مثلا وش رايكم يتحول نادي الرياض إلى أن يكون هذا التيم ويكون هذا التيم هو المنتخب وتجمع فيه اللاعبين المحليين ويكون هذا التيم هو المنتخب الوزارة بالكامل